بسم الله الرحمن الرحيم أصحابه الغر الميامين ثم أما بعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين المؤمنين المخبتين وأسأله جل جلاله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأسأله سبحانه أن يختم لنا بالصالحات وأن يجعلنا من أهل الجنات فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب ثم أما بعد أيها الإخوة الأكارم الأفاضل إن من أعظم ما ينبغي على الإنسان أن يتفكر فيه وأن يتدبر فيه كتاب الله هذا القرآن العظيم الذي أكرمنا الله عز وجل به فهو الكتاب الخاتم هو الكتاب النور والفرقان والتبيان أنزله الله عز وجل على النبي الخاتم سيد الأولين والآخرين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وتكفَّل الله عز وجل بحفظه فقال عز من قائل إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَى وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فهذا هو الكتاب المحفوظ بحفظ الله وهذا هو القرآن العظيم الذي جعله الله عز وجل هُدًا للناس وهذا هو الهُدى الذي رُبِطَتْ به الضمانة الربانية للبشرية إلى يوم القيامة بأنَّ من اتَّبَعَ هذا الكتاب وهذا الهُدى فلن يكون أبداً ظالًا ولن يكون أبداً شقيًا ولن يكون أبداً محزوناً ولا خائفًا وهذا ما ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم إذ قال عز من قائل فَمَنْ تَبِعَ هُدَايِ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وقال عز من قائل فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايِ فَلَا يَضِلُّوا وَلَا يَشْقَى فَهَذَا أَمْرٌ أَعْلَنَهُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ لِلنَّاسِ وَظَمَانَةٌ تَكَفَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا لِلنَّاسِ أنَّ مَنْ اتَّبَعَ هُدَى اللَّهُ لَنْ يَكُونَ ظَالًّا وَلَنْ يَكُونَ شَقِيًّا وَلَنْ يَكُونَ خَائِفًا وَلَنْ يَكُونَ مَحْزُونَا في الدنيا والأُخْرَى فهذا القرآن العظيم إذا أدرك الإنسان هذه القيمة لهذا الكتاب وأدرك المقصود من إنزال هذا الكتاب وأن المقصود هو أنت أيها الإنسان فأنت مقصود رسالة السماء وأنت المخاطب بهذا الكتاب وأنت المعني بما جاء في هذا الكتاب وليس أحد سواك من المخلوقات وإنما أنت فأنت المطالب بأن تتدبر آيات القرآن وأنت المطالب بأن تقرأ القرآن وأنت المطالب بأن تسمع وأن تصغي لآيات القرآن إذا قرئت وأنت المطالب بأن تؤمن وأن تتيقن بحقائق القرآن وكل ما في القرآن حق وأنت المطالب بأن تعمل وأن تنفذ وأن تنقاد لما جاء في القرآن أنت المعني بذلك كله وليس أحد سواك ولهذا من أعظم ما يحاسب الإنسان نفسه عليه أن يرى موقفه من القرآن في هذه الأمور التي أمرنا الله عز وجل بها أن نؤديها مع القرآن فهل نحن نقرأ وهل نحن نسمع وهل نحن نسمع آيات القرآن العظيم هل نحن نعمل عقولنا وفكرنا في تدبُّر آيات القرآن هل نحن نعالج بحقائق القرآن هذه القلوب فنبني فيها ما جاء في كتاب ربنا بناء إيمان ويقين وقناعة ورضا وتسليم هل نحن نطوّع جوارحنا وهل نحن نعوّد جوارحنا أن تعتاد ما أمر الله عز وجل به فهذا هو حق هذا الكتاب وفق ما جاء في هذا الكتاب من ربنا جل جلاله منزل الكتاب سبحانه وتعالى ومن الحقائق الكبرى والأمور العظيمة التي جاءت في هذا القرآن العظيم أن حكمة هذا الوجود الذي يعيش فيه هذا الإنسان هي الابتلاء والامتحان هي الاختبار ليميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل فهذه هي الحكمة وهذا الابتلاء وهذا الامتحان وهذا الاختبار وفق غاية وابحة وأمر بيّن خلقنا لأجله عليه الامتحان والاختبار هذه الغاية هي أن نعبُد الخالق جل جلاله أن نعبُد الله عز وجل وحده ولا نشرك به شيئا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فهذه غاية الوجود أن نعبُد الله وحكمة الوجود أن نبتلى وأن نمتحن في هذه الغاية العظيمة ويتبع الابتلاء والامتحان محاسبة ومجازاة لأن من نظر إلى الناس أمام هذه الغاية وأمام هذه الحكمة يرى تباين مواقف الناس فمنهم من قبل وحقق الغاية ومنهم من رفض وأعرض عن تحقيق غاية الوجود فمنكم كافر ومنكم مؤمن وهكذا انقسم الناس فإذا كانت حكمة الوجود الابتلاء فإن ذلك يستلزم أن تكون هناك محاسبة ومجازاة فجعل الله عز وجل دارا متمحضة لهذه المجازاة كما جعل هذه الدار هي دار الابتلاء والامتحان والعمل مع مقدمة للمجازاة حتى يدرك الإنسان حقيقة ما هو قادم عليه بعد هذه الدنيا فكان التذكير بأمر المحاسبة والمجازاة في هذا القرآن العظيم من جوانب عدة كان أولها وأعظمها وأسها الإخبار عن أسماء الله جل جلاله وعن صفاته سبحانه وتعالى عن أسمائه التي تدل على كمال العدل وتدل على أنه الأول والآخر سبحانه وتعالى وأنه المحي والمميت جل جلاله وأنه سبحانه وتعالى من صفاته أنه يبعث من في القبور فهو الذي يحيي الموت وأخبر جل جلاله أيضا عن ذلك اليوم الذي تكون فيه المجازاة والمحاسبة فأخبرنا عن يوم القيامة وعن الحاقة وعن القارعة وعن الطام وعن يوم الدين وأخبرنا عن الحساب والجزاء والوقوف بين يدي الله وأخبرنا عن الميزان الذي توزن به الأعمال وأخبرنا عن ما يكون في ذاك اليوم العظيم من أهوال عظام وأخبرنا بعد ذلك عن الدارين عن دار النعيم الجنة وعن دار العذاب النار وأخبرنا أن الناس سينقسمون إلى قسمين فمنهم من يسكن دار النعيم ومنهم من يسكن دار العذاب كل ذلك وجدناه في كتاب الله قرئ علينا فسمعناه وقرأناه في كتاب الله فكان التذكير به أصل عظيم لبناء عقلية هذا الإنسان المسلم فإن هذا الإنسان المسلم مقتضى إسلامه وإيمانه أن يبنى عقله وفق ما جاء في القرآن العظيم وأن تؤسس قناعاته وفق ما جاء في القرآن العظيم وأن تكون الحقائق التي يؤمن بها هي في كتاب الله عز وجل هذا هو الإنسان المسلم لأن له مصدرا واحدا يتلقى من لبناء عقله وقناعاته هو وحي السماء ومن أكرمه الله بكلامه ومن أكرمه الله بوحيه هل هل يظن أنه سيجد حقا وخيرا في غيره وماذا بعد الحق إلا الضلال والآيات والآيات التي نقف معها في دروسنا هذه من سورة آل عمران والتي نذكر مرارا بأن هذه السورة العظيمة سورة مدنية أي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة شرفها الله إلى المدينة النبوية وأنها كانت من أول السور إذ هذه السورة تحدثت في جزء منها عن غزوة أحد وهذا في نصفها الثاني وغزوة أحد كانت في السنة الثالثة من الهجرة النبوية فإذن هذه السورة من أوائل السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة وكان موضوع نصف السورة الأول وأكثر من النصف وهي من طوال السور كانت تتحدث عن مرحلة من مراحل بلاغ الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لفئة مخصوصة هم أهل الكتاب أهل الكتاب من اليهود الذين جاوروا النبي صلى الله عليه وسلم في المدين بعد هجرته وكذلك أهل الكتاب من النصارى والذين جاء وفدهم من نصارى نجران وقدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة فكانت الآيات أو النصف الأول من سورة آل عمران يحكي يحكي تلك الحال في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب وما كان بينه وبينهم من الحوار وما كان من المواقف منه نحوهم ومنهم نحوه وكيف كان حاله صلى الله عليه وسلم استجابة لأمر ربه في التعامل معهم بالتي هي أحسن وببيان الحق ودعوتهم إلى الحق وبيان من حرفوا فيه عن الحق وبيان الظلم الذي ارتكبوه في شأن الحق الذي أنزله الله عز وجل على أنبيائهم وكيف كان موقفهم من ذلك كله وأن الموقف الغالب منهم سوى قلة فقد قبلوا الحق وكانوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الفئة الغالبة فهي لم تقبل الحق وهذا ما تبين لنا عبر الوقوف مع تلك الآيات المباركات ونحن نقترب من نصف السورة دخولاً إلى القسم الثاني من حديثها وهو الحديث عن غزوة أحد فإننا نجد ختام تلك المرحلة بتلك الآيات المباركات الجامعة لما كان في تلك المرحلة من الحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود وبين نصارى نجران ليبين رب العزة والجلال أنه بعد بيان الحق ووصول البلاغ المبين فإنه سيكون الوقوف الحق بين يدي الله جل جل للحساب والجزاء وأن الناس سينقسمون في ذاك الموقف إلى قسمين والذي عُبِّر عن القسمين بأوصاف متعددة عبر ورود هذا الأمر في آيات القرآن وفي هذه السورة جاء التعبير عن انقسام الناس إلى هذين القسمين بهذا الوصف العظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيض توجوه هم ففي رحمة الله هم فيها خالدون بهاتين أو بهذه الكلمات بيَّن الرب جل جلاله انقسام الناس في ذاك الموقف العظيم إلى هذين القسمين وأن محور التقسيم هو الإيمان بالله عز وجل أو الكفر به سبحانه وتعالى هو تصديق الأنبياء والرسل وتصديق النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام أو تكذيبه صلى الله عليه وسلم على هذه الأصول سينقسم الناس يوم القيام إلى هذين القسمين قسم أبيض الوجه مسفر تعلوه البشارة هو في رحمة الله غارق فيها هو في الجنة مخلد فيها وقسم يعلوه السواد والكآبة والقطر العذاب العذاب في كل جزء من أجزائه حتى الذوق فإنه يتذوق العذاب بلسانه كما يشعر به في جميع أعضائه وجوارحه ثم يختم الرب جل جلاله هذا البيان في هذه الآيات المحكمة العظيمة المتعلقة بانقسام الناس يوم القيامة يعقب على ذلك بقوله سبحانه وتعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين تلك إشارة إلى ما سبق ذكره من الآيات العظيمة قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة إذن هي آية من آيات الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا آية من آيات الله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه آية من آيات الله فتلك آيات الله ما ذكره الله عز وجل قبل هذه الكلمة من الحقائق القرآنية إذن هي آيات الله عز وجل وحججه وحججه التي يذكر بها الناس ويوعظ بها العباد ويطلب منهم الاعتبار بها فهي ذكر وهي موعظ وهي عبرة فهي آية والآية يؤتى بها لإقامة الحج والآية يؤتى بها لبناء الحق واليقين والآية يؤتى بها لرد الشبهة وإبطال الباطل تلك آيات الله ومع قرب ذكرها إلا أن التعبير قال تلك وما قال هذه قال علماء التفسير قوله تلك وهي للبعيد إشارة للعلو والارتقاء والمكان لتلك الآيات العظيمة وبعدها عن التحريف وعن الباطل ويزيد هذا الأمر وضوحا في العلو نسبتها إلى الله باسمه الأعظم ووصفها بأنها آيات فتلك آيات الله فهي آيات عُبِّر عنها بتلك التي تفيد البعد للارتقاء والعلو لمكانة تلك الآيات ومما زاد الأمر أنها نسبت إلى الله بهذا الإسم العظيم الجليل الله سبحانه وتعالى فهي آياته جل جلاله فلا بد من قراءتها قراءة المعتبر قراءة المتعض قراءة المتذكر قراءة المتعقن وهكذا ينبغي أن يتعامل الإنسان مع آيات الله جل جلاله وأن يكون هذا شأنه فإذا قرأت وسمعت قول الله تلك آيات الله ارجع إلى ما قبلها وانظر هل أنت عندما قرأتها قرأت قراءة المعتبر هل أنت قرأتها قراءة المتعض هل أنت قرأتها لتبني في قلبك يقين إن وجدت ذلك فاحمد الله وأنك انتفعت بآيات الله تلك آيات الله نتلوها عليه نقصها عليه وجبريل عليه السلام هو من تنزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم والله هو الآمر له بذلك ونسبة التلاوة إليه سبحانه أيضًا يزيد الأمر مكانةً وعظمه لتلك الآيات المذكورة إذن كم الآن في هذه الكلمات ما أعطى دلالة على علو شأن تلك الآيات المذكورة سابقًا وأهمية تلك الآيات والحاجة إلى ما جاء فيها تلك آيات الله نتلوها عليك والاختصاص هنا عليك أنت النبي المجتبى والخليل المصطفى سيد الأولين والآخرين المبلغ عن رب العالمين عليه الصلاة والسلام وهذا أيضًا يزيد في مكانة هذه الآيات المتلوة عليه ثم يأتي هذا الوصف العظيم لتلك الآيات نتلوها عليك بالحق بالحق هذه الكلمة العظيمة بالحق التي كثُرَ ذِكرُها في القرآن العظيم فَمَا الوصف الواحد لو وصف الله به الشيء لدلّ ذلك على أمر عظيم فكيف بكلمة تكرر في القرآن بهذا العدد؟ ثم نجد أنّ تلك الكلمة وما ارتبطت به ارتبطت بأمور متعددة أولها وأعظمها وأجلها ارتباط هذه الكلمة بالله جل جلاله وبذاته العلي فذكر الله عز وجل أنّ من أسمائه الحسنى الحق وجاء ذلك عشرة مرات في القرآن العظيم الله سبحانه وتعالى سمَّى نفسه سبحانه وتعالى بهذا الاسم العظيم الحق فالله عز وجل هو الحق سبحانه وتعالى والله هو الحق وجوده حق وربوبيته حق وألوهيته حق وأسماؤه وصفاته حق وقوله حق وقوله حق ووعده حق ورسله حق وكتابه حق وما نسبه لذاته حق فالله عز وجل هو الحق وَلَا يَقُولُ إِلَّا الْحَقُ فَنَجِدُ أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةُ لَهَا ارْتِبَاطٌ بِهَذَا الْأَمْرِ الْعَظِيمُ فَمِنْ أَسْمَائِهِ جَلَّ جَلَالُهُ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وَنَجِدُ أَيْضًا أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةِ رُّبِطَت بالكُتُب التي أنزلها الله عز وجل ومن ذلك قول الله عز وجل ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق ونجد أيضًا أن هذه الكلمة رُبِطَت بما ذكر الله عز وجل في الكرآن من القصص قال الله عز وجل إن هذا لهو القصص الحق ونجد أنها رُبِطَت بالأنبياء وأنهم جاءوا بالحق ونطقوا بالحق ومن ذلك قول الله عز وجل إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وأيضًا رُبِطَتَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ بِحُكْمِ اللَّهِ وَأَنَّ حُكْمَ اللَّهِ حَقِّ قال الله عز وجل إن الحكم إلا لله يَقُصُّ الْحَقِّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ وأيضًا رُبِطَتْ بِخَلْقِ اللَّهِ الْكَوْنَ وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ هَذَا الْكَوْنَ بِالْحَقِّ قال الله عز وجل وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق وأيضًا رُبِطَتْ بِوَعْدِهِ سُبْحَانَهُ وَأَنَّ وَعْدَهُ حَقِّ قال الله عز وجل أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقِّ ولكن أكثرهم لا يعلمون وَرُبِطَتْ بِالْجَزَاءِ وَالْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمُحَاسَبَةَ النَّاسِ وَوَزْنُ أَعْمَالِهِمْ قال الله عز وجل وَالْوَزْنُ يَوْمَ إِذٍ الْحَقِّ إذن هذه الكلمة التي جاءت في كتاب الله ووجدناها أنها استعملت في هذه القضايا العظيمة جداً ارتباطها بالله جل جلاله ارتباطها بالرسل ارتباطها بالكتب ارتباطها بوعد الله وقوله ارتباطها بحكمه ارتباطها بجزائه وحسابه إذن هي كلمة ذات شأن عظيم ولها هدف وغاية عظيمة وإن من المعاني العظيمة التي لا بد من إدراكها مع كلمة الحق وارتباطها بالقرآن وهو أن الله عز وجل أتم هذا الدين في هذا الكتاب فلا تبديل للحق الذي جاء به القرآن لا تبديل فقال الله عز وجل وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ لأن كلمة الحق رُبِطت بهذا الكتاب فالله عز وجل نزَّل هذا الكتاب بالحق فلا تبديل للحق الذي جاء به هذا القرآن ولا تبديل لسنة الله التي أخبرت عن الحق وأقيمت بالحق فسنة الله عز وجل لا تتبدل ولا تتغير وسنة الله سنة كونية وسنة شرعية فسنته الكونية ما تعلَّق بهذا الكون والخلق قال الله عز وجل لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم فالإنسان خُلِق ويُولَد على الفطرة لا تبديل لخلق الله والله عز وجل له سنة ثابتة في نظام هذا الكون وخلقه ليس في مقدور أحد كائنا من كان أن يُغيِّر سنة الله التي خلق الكون وفقها فهذه سنة الله الكونية خُلِق الإنسان من ماء مهين لن يُخلق إلا به لأن هذه سنة الله ثم هناك سنة شرعية وهي عادته سبحانه ونظامه الذي يُحاكم عليه البشر منذ أن وجدوا على ظهر هذه الأرض وإلى يوم القيام وكم من السنة الشرعية التي ذكرها الله في كتابه لا يُفلِح الساحر حيث أتى والله لا يُفلِح هل جزاء الإحسان إلا الإحسان لا يحيق المكر السيء إلا بأهله هذه سنة ثابتة ما يُمكن أن تتغيِّر وهي سنة شرعية فهذه أمور لا تتبدَّل وارتبط بها أمر الحق ارتبط بها أمر الحق هذا الحق الذي جاء في القرآن وأخبر الله عنه وهذه ارتباطاته فإن له مهمة في حياتك يا ابن آدم ومن ذلك وهذا هو محلُّ الاعتبار والعِظَى مهمة الحق الرئيسة هداية وصلاح الإنسان إذن هدايتك وصلاحه لن تهتدي ولن تصلح ولن تكون مهتديًا ولن تكون صالحًا ولن تكون فالحًا ولن تكون فائزًا ولن تكون ناجيًا وفق ميزان الله حتى تتبع الحق الذي جاء به الله لأن هذه هي مهمة الحق قال الله عز وجل إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ الْكِتَابَ انزلهُ اللَّهُ لِمَنْ؟ لِلنَّاسِ بِمَاذَا؟ بِالْحَقِّ إِذَنْ هَذِهِ أَوَّلُ مُهِمَّةٍ لِلْحَقِّ هِدَايَةُ الْنَّاسِ وَصَلَاحُ الْنَّاسِ فَمَنْ لَمْ يَهْتَدِي بِالْحَقِّ الَّذِي جَاءَ بِهِ اللَّهِ وَجَاءَنَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَلَنْ يَكُونَ مُهْتَدِيًا وَلَنْ يَكُونَ صَالِحًا الثاني الأمر الثاني من المهام التي أنيطت بهذا الحق تثبيت النفوس على الإيمان تثبيت النفوس على الإيمان قال الله عز وجل قل أي قل يا محمد قل نزَّله روح القدس من ربك بالحق ليُثبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ إذن تثبيت الهُدى أيضًا دليل آخر للمهمة الأولى وهُدًى للناس والثالث بشارة ليس هناك بشارةٌ بيقين إلا بشارةٌ بشارة الحق فما بُشِّر به الإنسان في الحق الذي جاء من عند الله هي البشارة الحق والله عز وجل بشَّر المؤمنين بشَّر المؤمنين في الدنيا بالنصر والله كائنٌ إن أدَّوا الذي عليهم نحو الحق وبشَّرَهم بمعيَّةٍ لا والله كائن معيَّة الرحمة إن أدَّوا القيامة بالحق وبشَّرَهم بجنَّةٍ عرضها السماوات والأرض والله كائن إن ماتوا وهم على الحق هذه بشارة الحق نقرأها في هذا الكتاب الحق فإذن هذه مهمة من مهمات هذا الحق أيضًا أن الحق يهدي الإنسان لعلومٍ ومعارف كثيرة لا يُدركها إلا العالمون على قدر ما يبذل الإنسان في العلم سيجد في الحق ما يفتح له من الآفاق والدليل على ذلك قول ربنا جلَّ جلاله وَيَرَى الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ فَالَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمِ يَرَوْنُ هَذَا الْخَيْرَ الْعَظِيمُ وَهَذَا الْعِلْمَ الْغَزِيمُ في الحق الذي جاءهم من عند الله عز وجل أيضًا من مهام الحق أنه منهجٌ يحكم في الأرض والإنسان قال الله عز وجل إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِأَيَّ شَيْءٍ بِالْحَقِّ الذي جاءك في الكتاب أيضًا من المهام التي جاء بها الحق أن الحق هو الإيمان الصادق والعقيدة الراسخة والعلم الصحيح ذاك يُسمَّى حق قال الله عز وجل وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا آمَنَّا بِهِ صَدَّقْنَا فيُخْبِرُوا عَنِ اللَّهِ آمَنُوا وَصَدَّقُوا أَنَّهُ الْحَقْ أنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ أَحَدٌ فَرْدٌ صَمَدْ لم يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ إِذَا يُؤْمِنُونَ وَيُقِرُّونَ أنَّ ذاكَ هو الحق من عند الله عز وجل فإذن نُدرك أن الحق له وظائف عظيمة في حياتي هذا الإنسان والحق نقيض الباطل الحق نقيض الباطل فرأينا إذن هذا الارتباط العظيم بين الحق وبين تلك القضايا الكبيرة ثم مسألة أيضاً متعلقة بالحق نقف معها ونسأل الله عز وجل ألا نكون من أهلها وهي صوارف قبول الحق ما هي الأمور التي إذا قامت بالإنسان صرفته عن قبول الحق ولم تجعله ممن يقبل الحق ويخضع للحق وذكرها الله وذكرها الله في كتابه فهناك أمور عدة منها ومن أهمها ومن أخطرها وأعظمها تأثير على عدم قبول الحق الكبر الكبر ولذلك هو ماذا؟ هو بطر الحق وغمط الناس فالمتكبر لا يقبل الحق لا يقبل الحق ومن امتلأ قلبه بالكبر فإنه لو رأى كما يقول ابن القيم يقول لو رأى الجبال تتناطح أمام عينيهما آمن فهذا من أخطر الصوارف والموانع لقبول الحق ومن أعظم ما يقطع الطريق بين الإنسان وبين الحق الكبر فاحذره على نفسه واحذر أن يكون للكبر مكان في قلبه واسمع ماذا قال الله في شأن الكبر وقضية الحق قال الله عز وجل سأصرف سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وهذه أعظم عقوبة ينزلها الله من السماء على الأرض عقوبة صرف القلب عن قبول الحق فلا يقبل الحق بعد ذلك أبدا فيصبح قلبا والعياذ بالله منكوس كالكأس إذا كان فيه أوساخ ثم قلبته على قفاه وأردت أن تخرج ما فيه من الأوساخ وتصب الماء من خلفه هل يخرج ما بداخله لو صببت ماء الدنيا فكذلك هذا القلب والعياذ بالله المملوء بالكبر فينكسه الله فلا يقبل الحق سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق فهذه سنة شرعية لا تتغير فاحذر أن يكون للكبر مكان في صدره ويذكرنا الله تذكيرا عمليا لقوم وقعوا في الكبر فكيف تعاملوا مع الحق حين جاءهم وإذا ذكر أهل الكبر في القرآن فإننا نجد أول من يظهر فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وقومه الذين استخفوا فأطاعوا قال الله عز وجل فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين إن هذا لسحر مبين إذا ما الذي منعهم عن قبول الحق وأن يقولوا هذا القول العظيم في مقابل الحق فاستكبروا الكبر فمنعهم عن قبول الحق إذن هذا الصارف الأول هذا قاطع الطريق الأول بين الإنسان وبين الحق فلا يقبل الحق أيضا من صوارف قبول الحق والتي جاءت في القرآن العظيم الاستغراق في الفرح والمرح قال الله عز وجل ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون فهذا أيضا صارف وقال الله عز وجل بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافر أيضا مما جاء في القرآن من الصوارف لقبول الحق تعصب الإنسان وانحيازه لقوم أو هوى قال الله عز وجل مخبرا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ويخبر عن قومه وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وما دفعهم إلى ذلك إلا أنهم أرادوا أن يبقوا على ما هم عليه واعتبروا ما هم عليه من قرابة النسب أو غيره كفيل بأن يرد الحق فهذا مانع من الموانع فلذلك قبول الحق إذن هو الخير فالله عز وجل يقول تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين فقوله عز وجل وما الله يريد ظلما للعالمين نفى جل جلاله عن ذاته العلية إرادة الظلم بالعالمين بالعالمين جميعا الظلم وضع الشيء في غير موضع وضع الشيء في غير موضع والله عز وجل برأ ذاته العلية من الظلم وحرمه على نفسه وجعله بين الناس محرما كما جاء في الحديث المشهور المعروف يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وأيضا في القرآن تكرر ذلك وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا ولكن هنا لو وقف الإنسان وأراد أن يسأل ما هو من شاء الظلم إذا وجد من شاء الظلم يعود إلى أمري أن يريد أن يريد الظلم أن ينتفع بشيء بغير حق إذن هو إرادة نفع لذاته بغير حق الدافع الثاني إرادة الضرر بآخر بغير جرم إذن هذا من شاء الظلم إما أنه يريد أن يتحصل على منفعة بغير حق ليست من حقه فيظلم ليأخذ تلك المنفعة أو أنه يريد أن يوقع الضرر بآخر من غير جرم دون أن يذن فإذن هذا من شاء الظلم والله سبحانه وتعالى جل جلاله وهو الملك العدل وهو المالك سبحانه وتعالى لذلك انظروا بعد أن قال وما الله يريد ظلماً للعالمين ماذا جاء بعدها جاء قول الله ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله إذن هذا الذي يريد أن ينتفع بشيء لا يملكه وهو لا يستحقه فمن كان يملك الكون كله بل هو موجد هذا الكون كل إذن أساس من شاء الظلم ليس موجود في حق الله جل جلاله لأنه هو المالك لأنه هو الخالق هو الذي خلق والملك ملك والأمر أمر سبحانه وتعالى وإذا أراد أن يخلق خلق يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى ثم إلى الله ترجع الأمور كلها إليه فلذلك من يريد أن يوقع الضرر بغير جرم فإنه بداعي الانتقام أما الله جل جلاله فإليه ترجع الأمور كلها كلها راجعة إليه ولذلك من الفوائد هنا وهذه فائدة عظيمة إلى الله ترجع الأمور لا تظن أن شيئا بينك وبين إنسان وخطأ اقترفته مع إنسان واستطعت أن تنسل منه بدون عقاب فلا تظن أنك قد أنهيت ذاك الأمر فإلى الله ترجع الأمور وإليه المنتهى كل ما ظن الإنسان أنه ملف قد أغلقه سيفتح في ذاك اليوم العظيم إلى الله ترجع الأمور إلى الله ترجع الأمور فاحرص في كل شيء بينك وبين عبد من عباد الله أن تغلق ذاك الأمر إغلاقا حتى إذا ما فتح في ذاك اليوم لا يضر لا يضر لأنه إلى الله ترجع الأمور فيقول الله عز وجل إذن عرفنا معنى الظلم وهو وضع الشيء في غير موضع وعرفنا من شأ الظلم وعرفنا أن من شأ الظلم الله جل جلاله منزه عن تلك الدوافع سبحانه وتعالى وهنا نجد لما أخبر عن شدة العذاب الذي سينزل بمن كفر فيخبر أن ذاك الأمر لن يكون إلا بالعدل لن يكون إلا بالعدل وأن تلك المجازاة أيضا لمن أدخل الجنة لن تكون إلا بالعدل طيب وكيف من نعم هل أيضا ممكن الإنسان يكافى وتكون في المكافأة ظلم الجواب نعم كيف إذن هنا وما الله يريد ظلما للعالمين عدم وقوع الظلم منه في المعاقبة وعدم أيضا وقوع الظلم في بخس المجازاة ولا تبخس الناس أشياءه فلن يكون هذا ولا هذا فيأخذ كل من الطرفين حقه ولن يدخل في الظلم من ربه جل جلال فالذي يدخل الجنة يجاز على قدر عمله والذي يدخل النار يجاز على قدر عمله وأيضا جاء التعبير بالإرادة وما الله يريد للإرادة وهذا فيه نفي لوقوع الظلم منه سبحانه وتعالى البتة لأنه إذا نفى الإرادة فنفي العمل من باب أولى وما الله يريد إذا نفي للإرادة فيدخل فيه نفي الفعل من باب أولى ظلما جاءت نكرة في سياق النفي لتعم أي ما يريد ظلما لا قليل ولا جليل كل الظلم انتفي وما الله يريد ظلما للعالمين بهذا الجمع ولم يقل للناس فالله لا يريد ظلما للعالمين لجميع العوالمين صلى الله عنه محمد وعلى صحبه فالله فالله â